اشتركوا في القناة وعلى الرغم من هذه المنشدة فان اعضاء مجلس الامن منقسمون اذ اعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ميانمار فيما رفضت الصين وروسيا ادانة الانقلاب رسميا اما بريطانيا فقد فرضت عقوبات جديدة على القيادة العسكرية في ميانمار ردا على حملتها الامنية القاسية ضد المحتجين وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب انه بعد شهرين من تنفيذ الانقلاب انحدر الجيش في ميانمار بشكل اكبر اخلاقيا عبر قتله المتعمد للابرياء بمن فيهم الاطفال فيما اعلنت شركة المانية توفر المواد الخام لمصر في ميانمار المركزي لاصدار الاوراق النقدية تعليق شحناتها اليه واعلنت شركة فولتاليا الفرنسية للطاقة المتجددة انها ستنسحب من البلاد على خلفية الازمة السياسية والانسانية وفي الوقت الذي تمثل فيه الزعيم المدنية التي اطاح بها الجيش اونغ سانغ سوكي امام محكمة الانقلابيين تشير مصادر دولية الى ان اكثر من خمسمائة وخمسة وثلاثين شخصا قتلوا في الاحتجاجات التي خرجت في البلاد منذ اطاح الجيش بقيادة الجنرال اونغ هلينغ بسوكي في الاول من شباط فبراير الماضي مسدلا استتار على تجربة ميانمار الديمقراطية التي لم تدوم لأكثر من عشر سنوات